نروح لتشالسي وتتويجه طبعاً بالبطولة بتاعة كاس العالم للأندية بطولة والله وأنا بتفرج على المباراة النهائية كنت حسس جداً أنها في المتناول وأن وجود تشالسي وبالمرس الحقيقة في النهائي خلاني أقول أنه الأهلي كان قادر يعني طبعاً ده تتويج دي لحظات التتويج في الدقائية الأخيرة في الأمطار الأخيرة زي ما بيقوله بعد ما كان فيه وقت إضافي بين تشالسي وبالمرس استطاع تشالسي أن يحسم البطولة لصالحه طبعاً عن طريق ضربة جزاء اتحسبت له يمكن في الدقيقة 115 أو 116 من عمر المباراة عشان يضيف بطولة ليه ما كانتش موجودة طبعاً في دولاب بطولاته وأعتقد أنه نجاح كبير لتوماس طوخل عايز أقول لحضراتكم بمناسبة تتويج تشالسي جزء كبير جداً من نجوم تشالسي كان مهتم بلعبة النزيل أهلي وأبرزهم طبعاً ديانج يعني على سبيل المثال نجولو كانت راح وخد لقطة الحقيقة يمكن أشهد بمستوى ديانج في البطولة جداً وراح تصوى ليهم صورة أو لقطة مع بعض بعد التتويج بعدما الأهلي خد لبنزية وتشالسي رفع كاس البطولة كان ليهم لقطة مع بعض توماس طوخل كمان الحقيقة حيا مسيماني على المستوى اللي ظهر بين نادي الأهلي في البطولة وده الحقيقة الطبيعي بالنسبة للنادي الأهلي أين كانت الظروف ومعوقات الأهلي دايماً حاضر يمكن هروح مع حضراتكم لجولة في الصحف الإنجليزية هبتدي بصحيفة دسان الإنجليزية اللي كتبت حط طبعاً صورة لفريق شلسي لحظة التتويج باللقب وكتبت أنه البلوز يتوج بالكثير في إشارة طبعاً للفوز بكل الألقاب بعدما فاز بكاس العالم للأندي يمكن الصحيفة كمان كلمة ويمكن حالكم شاهدين في الكدر تصريح لبول سكولز طبعاً نجم التسعينيات فأنا شوف بول سكولز واحد من أفضل لعيبة اللي لعبت في تاريخ الماني يونايتد تصريح ليه الحقيقة بيهاجم فيه اللاعبين وبيتهمهم بالتكاسل كتب الحقيقة العنوان بعد طبعاً التعادل واحد واحد أمام ساوت هامتن وقال فيها كسالة طبعاً ده تعليق سكولز المتخبطون لا يريدون العمل الجد ده كانت أو ده كان تعليق بول سكولز على النتيجة وكمان الحقيقة شو قال في تعليقه على نفس المباراة أوقفوا الأخطاء أو لننسى دوري الأبطال صحيفة الديلي اكسبرس الحقيقة يمكن حطت عنوان قالت فيه أنه تشيلسي أبطال العالم والديلي تيليجراف كتبت وقالت ملوك العالم نجم طبعاً تشيلسي هاورتز بيسجل ركلة الجزاء عشان يساعد تشيلسي على إغراق بالمراس والتتويج بلقب عالمي لده دي تشيلسي فقراتنا متواصلة مع أحداثكم في السادسة سمحونا نروح لفاصل وخلينا نوجه مرة تانية تحية للحاوي نجم النادي الأهلي واحد من الناس اللي بتعشقها جماهيرو وليد سليمان شكراً للمشاهدة